السلام عليكم ونتمنى تكونوا بألف خير اليوم جبت لكم حلول جميع أنواع كيك رولر هنحضر معكم ثلاثات الأنواع بعاجين أساس على الطريقة اليابانية مختلف تماما وينجح معكم ولوم التجربة اللولة بكريمة طراقية جدا اللي غينفعكم ويخليكم تحضروا السويس رول بسطة وبكل تقا نبدأوا على بركتي الله أول كريمة غادي نحضرها معكم الشوكولات البيض ناخدوا 120 جرام من القشدة لتكون المادة الدهنية ما بين 30 و 35 في المية منها نضيفوا عليها كسم البانيلا ونخليوها على نار أقل من المتوسطة ونخليوها حتى توصل لدرجة الغليان نضيفوا عليها 170 جرام من الشوكولات اللي قطعته الكطاع الصغيرة نضوبوا الشوكولات في هذه الكريمة ندامجوا ونزولوهم من على النار سنوضعهم في إناء آخر فهذه الكريمة اللي غادي نعطيكم الصالحين كقناش ككريمات للتزيين وكذلك للحشو والتغليف تنضيف عليهم 280 جرام من القشدة طرية الخاصة بالخفق دائما للمادة الدهنية فيها ما بين 30 و 35 في المية من القرصة أو المادة الدهنية كما قلت لكم وتنطحنوها بالطحة الكهربائي باش ندامج لنا جميع العناصر لمدة دي لتلاتين تانية راها كافية ونغلفوها بالبلاستيك الغذائي بالتماس ونخليوها في تلاجة حتى التماس كلينا على الأقل ما بين ربعة حتى الستسوع ومن المفضن خليوها ليلة كاملة والتحضير القناش بالشوكولات السوداء سنوضع 120 جرام من القشدة الخاصة بالخفق وبيت كريم اللي تكون دائما المادة الدهنية ما بين 30 و 35 في المية غالب الأحيان تصيبها بهذه الكمية هذي تنضيف عليها بعد ما وصلت لدرجة دي لالغليان 100 جرام ديت الشوكولات السوداء اللي تكون فيها 70 في المية دي للكاكاو لاحظوا معايا تنضمجوا جميع المكونات بعد ما تضب لنا هذيك الشوكولات في الكريمة فهنا غدي نوضعها بقينا اخر وما تنسوش اللي ما مشتاركينش يشتركو كدلك ما تنسوناش بتعليقاتكم جميلة تنضيف عليها 210 جرام من القشدة الخاصة بنخفق دائما وانطحنا بالطحان اليدوي باش تنضمج لنا جميع العناصر وتنغلفوها بالبلاستيك الغذائي وندخلها للتلاجة حتى التماسك تماما دائما قلت لكم ما بين ربعة ستة سوعة الليلة كاملة اما بالنسبة للكريمة الثالثة فغادي نحضرها معاكم بطعم الكراميل سناخدوا جوش ورقة دي والجيلاتين ربعة جرام تنكسرهم ونوضعهم في الماء لكا الاناء صغير لكا الاناء كبير وضعوه الورقة ديالكم وهنا عندي خمسة وتمانين جرام من صاني دا واحد كيس ديال بانيلا تتخليهم حتى يتحولوا الكراميل وتنضيف عليهم خمسة ثمانين جرام من القشدة الخاصة بالخفف فمشادي المقطع مشاولي ايضافة دي خمسة ثمانين جرام ديال القشدة بعد ما تحول السكر للكراميل تنضيفو من بعد الزبدة بعد ما ضفنا ديك القشدة على الكراميل تنضيفو الزبدة 60 جرام قبصة ديال الملحة بشو نخرجه ديك منك هذي الكراميل بعد ما تبدأ التبقبق يعني تتوصل لدرجة الغليان هنا تنضيفه الجيلاتين بعد ما يضوب مباشرة تنضيفه عليه مئتين وخمسين جرام من القشدة الخاصة دائما بالخفق ندامج جميع المكونات غنوضعها بإينا جانبا نفس طريقات نخفقوها بالطحان اليدوي المدة دي 30 ثانية تقريبا ونغلفوها بالبلاستيك الغذائي ونخليوها بالربعات ستسوي حتى الليلة كاملة حتى التمسك فاليوم ما اختاريت نحضر معاكم كيكل اسفنجي او لالا جينواز على الطريقة اليابانية غادي نحتاجوا فيها خمسات الحبات من البيض يكونوا صغار او لاربع يكونوا بحجم كبير سنفصلوا البيض على السفار البيض يكون بحرارة المطبخ تنضيف خمسين ميلي لتر من الزيت وخمسين ميلي لتر من الحليب لقياس دي ربع كاس العنبة من كل حاجة او لخمص الكوب المعياري تنخفقون بالخفاق اليدوي وتنضيفه تقريبا واحد الكاس دي العنبة دي الداقر دي الدقيق كيس دي الفانيلا 100 جرام دي الدقيق وكيس دي الفانيلا وتنخفق تنخليه ادخالت جانبا في حين بالنسبة للبيض فتنضيف عليه معلقة كبيرة من عصير الحامض وقبصة دي الملحة ونبدأ انخفق بالخفاق الكهربائي مع الاضافة التدريجية الخمسين جرام دي الساني ده السكر الخاشين لقياس دي التولوت كاس العنبة او لا اربع الكوب المعياري حتى نحصله على اللامورانج اللي يكون قابة فرسو يكون قاسح شوية فلي ما مشاركينش عليكم بالاشراك وكذلك ما تنسوناش من تعليقاتكم زوينة مرحبا باي اكتراح او لاي استفسار ممكن تكسبوه بالتعليقات فتن ناخدو واحد شوية من هاد الامورانج ونخلطوه مع الخليط اللي فيه السفار ديال البيض لاحظو معي القاوم الكريمي على فكرة اللي بغي يضيف خميرة الحلويات فممكن تضيفوها مع الدقيق نص كاس عفوا نص ملقة صغيرة كافية اما اللي بغيتو تعتمدو يعني على الطريقة الكلاسيكية ديالاجينواز على الطريقة اليابانية فتبعو نفس الخطوات غير اللي بغي يضيف خميرة الحلويات كذلك ممكن كينين اللي تضيفو خميرة الحلويات ولكن انا ما عملتش هاد الوصفة غي يخفقو البيض ديالكم مزيان وتبعو نفس الخطوات واحتارمو المكونات اللي عطيتكم عندي هنا لا طال القياس ديالها تقريبا واحد ثمانية وعشرين على ستو ثلاثين سنتيمتر تقريبا مستطيلة شيئا ما ممكن تعملوا قياس ليكون متقارب غلفتها بورق الفرن فهاد الاثناء الفرن مشتعل من الاسفل والاعلى على الدرجة ديال مية وسبعين غالي ندخلوها للخبز المدة تقريبا اللي اخدت معايا الثنين وعشرين دقيقة على الدرجة ديال مية وسبعين فران مشتعل من الاسفل والاعلى سنخبطوها شوية باش لك انوشي فقاعة الداخل تيخرجوا اذا هاد لاجينواز بنكهة الفانيلا نحضر معكم لاجينواز تانية بنفس الطريقة ولكن بنكهة الشوكولة لاحظوا معايا كاس ديال العنبة تناخدو اه تقريبا اه تمانين جرام ديال دقيقة وعشرين جرام ديال كاكاو المر يعني الشوكولات غبراء يكون مسوس لانوتي يعطينا اللون كتر اما بالنسبة للبيض ديال البيض فسنخفقو بنفس الطريقة اللولا يعني سناخدو ذلك البيض ديال البيض وسنضيفو عليه السكر تدريجين بعد ما اضفنا عليه واحد القبصة ديال الملحة ومعالقة كبيرة من عصر الحامض سوف سناخدو شوية من هذيك لامورانك سنضيفو الخريط اللي فيه الشوكولة وترجعوه الاناء اللي في لامورانك نخفقوه جيدا لاحظوا معي ولكن دائما بحذر غريب شوية وغادي نقومو بالخبز دياله بنفس الطريقة المدة ديال 22 دقيقة على الدرجة ديال 170 والفرن يكون سخون مسبقا وهذه هي النتيجة ديال لاجينواز بنكهة الفانيلا بنفس طريقة نعملو ديال الشوكولات او هذي نحضر معاكم تالت يعني اللاجينواز بالطريقة اليابانية التالت اللي بغا لاجينواز العادي بتلات مكونات او لاب اه اه ممكن ترجعوا الفيديوهات السابقة راح سبق وحضرتوا معاكم لا بالنسبة لا التحضير ديال الرولر لا بالنسبة الشكل الدائري لا بالنسبة الكيكات وكذلك اعطيتكم بعض الاسرار اللي تنفعكم مزيان يلا بغايتوا تطلعوا البيت ديالكم بلا ما تفصلوا البيض على الصفا راجعوا للفيديوهات راح عندكم شرح مفصل وتقنيات اللي ما يعطوها مش لكم يعني اه غين الناس اللي هما تكون عندهم واحد المصداقية وتقسموا معاكم الاسرار ديال هاد الميدان هذا فهنا بعد ما اخرج هذيك الكيك رولر روليتها في ورق الفرن وتنحاولوا باش تبقى شدنا ذيك الفورما ديال الرولر تنخليوها جانبا في حين بالنسبة للرولر التالت فهدي نعملو بنكهات الفراولة اهنا نفس المكونات نفس الخطوات غيها ديال الميرينج ضفت ليه اللون الاحمر ولكن مخفف ما تنخليوش يكون غامق لاحظوا معايا نفس الخطوات غي لونتو باللون الاحمر وضفت عليه النكهة ديال الفراولرها تتباع في المحلات خاصة ببيع مستلزمات الحلويات الى ما كانش عندكم ممكن نضيفو واحد اه ساشي ديال الفلون ديال الفريز الخالات اللي تيكون فيه السفار ديال البيض سوف ندخلوه للطهو بالفرن بنفس طريقة ونفس المدة تياخد معانا بالنسبة للتزيين فاقضيت هاد السيلبات هذا اللي في هاد دوائر اه دوبت الشوكولة السوداء وغادي نزينها بمكسرات ويلا كانوا عندكم شي حاجة معسلة مثلا من الفواكه كذلك الزرارة عيلا بغيتو انتوما تبقى لكم من الورد البلدي تتعتني اذاك اللوين زوين اغزال كذلك ممكن تزينه بحبيبات شوكولة لمالا هادو التزين هذا هو ديك لجنواز الغوز ديال الفراولة على فكرة الفرق ما بين الجنواز الياباني والجنواز العادي الجنواز العادي تيكون شوية اه رقيق على الجنواز الياباني الجنواز الياباني تيجي شوية من فوق هادك رولر ديالو غادي تلاحظوا معايا النتيجة في الاخير ما تيكونوش فيه اللفات كثير كذلك تيجي اغلاد تيجي بين وتيجي خفيف الواحد درجة ما تتصورش انتم ما غادي تلاحظوا معايا هنا تلفوه هو بقي دافي بورق الفرن من بعد نوضعوه في واحد المندير ونخليوه جانبا في حين الكريمات هاد هادو ممكن تحضرهم كذلك ودخلوهم الكونجيلاتور تصبغيوهم وتتخرجوهم يعني بنفس الطريقة او لا تقوموا بالحشو ديالهم ومن بعد تدخلوهم الكونجيلاتور تبغيوه يعني يكون عندكم الدومة ونضع ليهم ولا شي حاجة وتخرجوهم لاحظوا معايا هذا القرناش ديال الشوكولة السوداء قلت لكم تتخليوه حتي يتماسك سماما فانا خليته ليلة كاملة اهنا تنقوموا بالخفق ديالو فاذاك القرناش ممكن تقوموا بالحشو او لا التزيين او لا التغليف او لا كيف ما بغيتوا بهذاك القرناش ممكن بلا ما تخفقوه هنا تنخفقوه تعطينا قوام اخف هاداك الشيء اللي قلت لكم را تيجي خفيف على المعدة وتيجي يزيد الفوليم ديالو يتزاد يعني تتعطينا كمية اكثر اما هذا هو ديال الكراميل تنقوموا بالخفقة ديالو بنفس الطريقة حتى نحصلوه على كريمة اللي تكون خفيفة واحد تتكون مشبعة بالهواء فتتعطينا كمية اكثر كيف ما قلت لكم اللي بغيت تخليه كقرناش خليوه التغليف كيف ما بغيتو وممكن ممكن تحولوه الكريمة مخفوقة كيف ما ستلاحظو معي وهذا ديال شوكولات البيضاء ما شاء الله جاتنا قابطة فراسة على فكرة بالنسبة للشوكولات البيضاء فا اه ما عارفش شونو غادي نقول لكم حاولوا دائما تاخدوا الشوكولات اللي تكون فيها تلاتين واحد وثلاتين في المياه غادي تسيبوا من اه زبدة الكاكاو تتكون فيها باش تجيكم بهذا الطريقة هادي لاحظو معي القوام ما شاء الله راهلا حطيتو ايدكم على الكريمة تجيكم بحل لا تتقيسو في الزبدة ماشي بوماد الزبدة وتكون شوية قاسحة يعني تتكون قابطة فراسة لواحد درجة ما تتصورش الكريمة اللي ما تنزلش لكم ابدا ولو تخليوها بحرارة المطبخ او اللي بحرارة الجو فهنا غادي نحضرو الكوكون اللي هي الطبقة المقرمشة اللي غادي يحتاجو لاربعين جرام من شوكولات بالشوكولات بالحليب او للشوكولات السوداء تندوبها في حمام مائي او اللي في الميكرويب وتنضيفو عليها ربعين جرام من زبدة الفول السوداني او للبخاليني تنضيف عليها ربعين جرام من الفويتين هاد الفويتين را ممكن تحضروا ببيت كيف ما يمكن لكم تشريوه وتوزعوه بالبلاستيك الهدائي عندكم بعد ما تعملوا لاتك الصوت وضيفوتو او لتتفرغوا البلاستيك الهدائي من الهواء او سدو عليه دخلوه المجمد را سيبقى بنفس الجودة نبدو بالحشو ديال هاد الرولر اللي عندنا ممكن تسقيوهم بسيرو الى بيتو ولكن غير تسقي تكون خفيفة خودو مية جرام من الماء ومية جرام من السكار دوبوهم في حمام مائي او لا في كسرولة حتى تتوصل لدرجة الغليان كافي لكم لتلاتة ديال الرولر هادو بحل هادو كافي لكم يعني ما تزيدوش عليهم فهنا تنسرحو الكريمة ديالنا بتعمل كراميل بطريقة موضحة امامكم وغادي نضيف عليها طبقة مقرمشة غادي نستعم بمعلقة صغيرة ونبدأ نوزع هادو الكوكون بهادو الطريقة اللي هي موضحة امامكم ونبدأ باللف لاحظوا معايا هاد جينواز اللي حضرنا على الطريقة اليابانيارة تيجي غليب لهذا سنعمله غير لفة حتى اللفة ونصف والجهة اللي قطعنا في اللول باش ما تجينا شديك لخر ديالها اغليب في دائما تنضربوها شوية ميلة بالسكين تنحاولو نحكمو اللف ديالها وتنوضعها جانبا نخلي واحدة التماسك لينا نوضعها في تلاجة حتى التماسك ونبدأو في التزيين كذلك بالنسبة لا جينواز او لا اه هذا ديال الشوكولات فغادي نحتاج لي واحد الحبة ديال الفراولي كل حجم ديالها كبير قطع تلقطع صغيرة ممكن تعودوا باي فاكهة من الاختيار ديالكم او لا خدوا حبيبة الشوكولات ممكن تضيفوها باشتعطينا واحد القرمشة واحد كخوكم لهد اه الرولر هذا فهنا الفراولة هتعطيني طعم حلو وحامض في نفس الوقت واشي حاجة الفخاش اللي يضيفينها الرولر ديالنا ونبدأو اللف دائما نحاولو القلب ديال هاد الرولر يكون عامر بالكريمة نلفو مزيان ونوضعوه جانبا في التلاجة وهذا الرولر ديال الفراولة اللي غادي نضيف عليه الكريمة ديالشوكولات البيضاء الفراولة قطعتها بهالطريقة تنزولو ديك جيهة اللي تكون رقيقة ديال الاسفل ديالها والنباتة وتنوضعها با هاد الشكل هادا خط واحد تجينا خط واحد هي اللي غادي جينا في القلب ديال هاد الرولر هذا تنوضعوها بالطرف دياله وتنغلفوها كذلك بالكريمة طريقة سهلة وواضحة يعني بلا ما تااا تقدروا شي حاجة اللي غاليها في بيوت ديالكم تقدرو باستطاعتكم تحضروها بمكونات اللي هي بسيطة وكذلك لك انت لو تتخدموا في هاد الشي فهدي افكار اللي غادي تنفعكم بزاف. غا توجدوها فقط في المحلات اللي هما يا راقين. جبت لكم الاسرار بين ايديكم. فانتمنى تطبقوا هاد الوصفات واكيد غادي يعجبوكم. بالنسبة لهاد الكريمة ديال الشوكولة البيضاء كف ما قلت لكم ارا فيها واحد وثلاثين في المياه الشوكولات اللي استعملت في واحد وثلاثين في المياه تقريبا ديال اه او لا اخدو حتى اكثر اللي تكون فيها واحد وثلاثين في المياه للفوق ديال زبدة الكاكاو بس جديكم فيرمي كيف ما لحتوا معايا فهنا تنزين بالكريمة فقط بالمحلقة ما بلا تعقيدات بالمحلقة اخوضوا الكريمة ديالكم وغلفوا الكيك رولر ديالكم طريقة ساهلة وبسيطة كيف ما تتلاحظوا امامكم. فانا مباشرة بعد ما كملتهم بتلاتة بديت تزيين مباشرة. هانتو ملاحظوا معايا. تناخد واحد الشارعات من الورق اللي قطعتو بالقياس اللي بغيتو وتناخد الكوك مبشور جوز الهند تنوضعو في الاطراف. ممكن توضعوه عليها كامل. او لا تعملوه على شكل بيش يعني على واحد الشكل ديال الغصن تاخدو هر الكريمة وتعملوه بالفرشيطة هدوك الخطوط. تقدروا تغبروها كدهلك بالشكلات غبرة. وتعطيكم شكل رائع والتزين دائما تبقى حسب الرغبة. فهنا ديك البلاسة اللي خليتها بلاكوك. غادي ناخد هاد جيب الحلواني. غادي نقطعو بهال طريقة. يعني قطعناه. فتحناه من القدام. من بعد ان نعمل واحد الدربة. جانبيا. بلا ما نوصل الاسفل. لاحظوا معايا. غا تعطينا واحد شكيل زوين. غا نمشيه بهالطريقة على شكل اللفات. الجيهة اللي تحت جي شوية غليظة وجيهة اللي ستكون الفوق تجي شوية رقيقة. لاحظوا معي. سوف تنزينه. تغابل بانه في الفراولة بالقلب دياله وتنعملها الفوق. ممكن توضع شوية النباج على هذي الفواكه هذي على هذ القطع هذي وتناخد شوية ديال بيستاش. اللون دياله خضر تيجي مع البيض وكذلك تيجي مع اللون الحمر ديال الفراولة. وشوية من ورق الذهب. دائما التزين تبقى لكم انتماء حسب الاختيار ديالكم. ممكن تتفنه كيف ما بغيته. فالانجاح هاد 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 الوصفات فضروري ما تتبعوا الفيديو من الاول حتى الاخير ما تزاقيوش باش تحضروا الجميع الافكار اللي اعطيتكم وجميع النصائح باش تنجحوه في البيض ديالكم. طريقة سهلة لاحظوا معايا يعني هذيك اه هذيك لاجينواز كيفاش تتجي غليضة كيف ما قلت لكم تتكون لفة حتى اللفة ونص لا غير. سوف سنوضعوه في قاعدة اللي غادي نقدموه فيها وسندخلوه لتلاجة باش يتماسك اكثر. ومن بعد سنقدموه. اولا لكنا محضرينو الكليين ديالنا بنفس طريقة كيف ما اجد لكم بهالطريقة ممكن تحتافظو به في مجميد الوقت اللي ستبغيو خرجوه زينو خلوه يطلق شوية وعطوه للكليين ديالكم. سنزولو هاد الاطراف. وتناخدو واحد جيب الحلواني سنوضعو فيه الكريمة ديال الشوكولة. سنقطعو الراس ديالو لا غير وتنعملو هاد الخطوط بهاد الشكل العشوائي. هادو اللي صابت معكم ديالشوكولات اللي تبت فيه الفواكه المعسلة والمكسارات هما هادو. بعد ما اتماسكو وتنقدموهم بالقلب او لا على الوجه ديال هاد الرولر ديالشوكولة. وتناخد العقيق بالوان ليكونوا زوينين متماشين مع هاد اللون. سوف يوقع دي نقدموه. طريقة سهلة وبسيطة وفي المتناول. شي حاجة لي راقية وغزالة بنكهات مختلفة. هادو اللي فيه كخوكون من الداخل قرمشة يعني تتناسب مع ذيك اه عفوا هو اللي فيه في الفراولة من الداخل قطع ديال الفراولة الصغيرة. اما هادا ديال الكراميل هو اللي فيه كخوكون. فتنقطع هاد الاطراف باش يجي نفيني. هادا اللي تبين لكم بني راهو الكخوكون هنا جا واضح والكريمة هي ليجت في الجناب ولاحدوا معايا لاجين واس كيفاش تجي يعني ما تكونوش فيه اللفاس كتار. سوف تنغلفوهم زيان. طبقا اللي تتكون لخرى هادي باش نغلفو تتكون رقيقة يعني ما تتكونش غليدة بزاف. لانه القلب دياله هو هاد اه هاد اه على الطريق الياباني القلب دياله تيجي عامر. فهنا سنوضع ذاك الشريط ديال الورق. وغادي نعمل رقائق اللوز. ممكن تعملوا رقائق ديالكوكاو او اللي اذا كان عندكم كونكاسي كديرك ممكن. فانتمنى انكم تكونوا اه استمتعتوا معايا بتحضير هاد الوصفات وتطبقوهم في البيوت ديركم. شي حاجة اللي تطب اغزالة شوية مغايرة على اللي جينواز او اللي على سويسرول الكلاسيكي. اللي سبقوا حضرتوا معاكم بعدة الطرق ممكن تراجعوا للقناة. وهديك البلاسة اللي عملنا في هادك الشريط غادي نعمل فيها شوكولات غبرة. عملته هنا مسوس. الى عملته بالسكار اذاك السكار غادي تشربوا لنا الكريمة بكل سهولة. فهنا عملت شوكولات مسوس غبرة. بهذاك الطرف. وتناخدوا الكريمة اللي عملتها في جيب حلواني برأس مسنن. تنوضع ذاك الوريدات. كيف ما تتلاحظوا معايا. وتنبدا نزين هنا مثلا قطعة من الفررورو روشي قطعت على جوج وضعتها بالقلب ديل هاد رولر. وغادي نزين بشوية من ورق الذهب وشوية من الكلوريقات ديل الورد البلدي. سوف وغادي ندخل التلاجة باش تمسك اكثر الى حين تقديم ديلها. فقدمت لكم ثلاثة ديل الرولر بالطريقة اليابانية. اه طعم ديلهم ولا في الخيال. الكيك اسفنجي اللي تتنغم مع هاد النكهات اللي اعطيتكم في الكريمات شي حاجة للغزالة والطب وكريمات اللي هي متماسكة. ما شاء الله. فانتمنى تجربوا هاد الوصفات الراقية والرائعة بنكهات مختلفة متوازنة خفيفة على المعدة. ما شيش حاجة ليتقيلة. فبصحة والراحة دمتم لنا اوفياء والسلام عليكم.